طيب راح انقر على الشريحة باليمين وبختار يعني انتقرار للشريحة. خلني اسكر وانفعل جزء التحديد الان لان شغلنا راح يكون بايش? بجزء التحديد. هذا هو جزء التحديد. تمام تمام. طبعا هذا الجروب الاخير اللي اخدناه هو عبارة عن ايش? عن الشريط الجانبي. تمام? قلنا عمل له مسلا. تمام? هذا مسلا الجانب. يعني جانب الكتاب. تمام? بهذا الشكل. الان بالشريحة اه رقم اللي تكررناها طبعا رقم اتنين. انا محتاج ابدأ بعمل شوية تأثيرات. تمام? شو اللي بدي ابدأ بتحديده? قال لازم انا افتح صفحة الغلاف. لازم نفتح ايش? صفحة الغلاف. صفحة الغلاف اوين موجودة? قال هذه هي. بجي بحدد عليا. فبتحدد معي طبقة الغلاف. بنقر باليمين. وبتوجه الى تنسيق سلاسي الابعاد. تمام من نفس المكان بالضبط. هذا هو نفس المكان بالضبط وهي نفس الفكرة اللي احكينا عليها باللقاء الماضي. بجي باختار بدرجة مية وتمانين درجة. او بمية وتمانين درجة يحرك الزاوية افقيا يعني يعمل استدارة افقية بنسبة مية وتمانين درجة. طبعا بشريحة التانية فقط انه نحن رح نختار الجانب. ومنزغر شوي بهذا الحد العلوي حتى ما يشوه معي بالعرض الصفحة فقط يعني بيكون مناسب تماما لهذا الموضوع. تمام? او مع مع الجانب الايش? الغلافي اللي قمنا بفتحه. كمان برجع بعمل تكرار للشريحة. تكرار للشريحة. بالشريحة البعدة انا بدي عمل قلب للصفحة رقم واحد. الصفحة رقم واحد بين موجودين هذا والجروب الخاصية بحددها. وبلجأ الى الاستدارة لهون او بالتنسيقات. وبجي باختار افقيا كمان بنسبة مية وتمانين درجة. ومحتاج يكون الصفحة هي اعلى الغلاف تظهر معي اعلى الغلاف. لهيك انا بجي الى جزء التحديد وبنقر وبسحبها لوين? الى اعلى الغلاف اللي بتظهر معي يعني قف الصفحة او اه ما وراء الصفحة او الوجه التاني للصفحة اعلى الغلاف. المشكلة هذه ليست بمشكلة فقط انه منحنة غيرنا بالابعاد. غيرنا بابعاد المستطيلات الغلاف كان معي اكبر. تمام? لهيك فقط انت اسحبها. تمام? يعني الى هذا المكان. بس بالضبط فقط لا غير. تمام. فقط نحن نسحبها يعني بهذا بهذا الشكل. بس عندي اياه فقط لا غير. لاني نحن انتما تكلمت انه نحن يغيرنا بابعاد المستطيل الخارجي بكون هو عندي اياه اكبر من المستطيل الداخلي. الان برجع بعمل للشريحة مرة تانية. بنقر بيمين وبختار بنفس الفكرة انا محتاج احرك الصفحة رقم اتنين اقلبها. الصفحة رقم اتنين اعملها شو? قلب. فهذه الصفحة رقم اتنين بحددها. وبرجع الى تنسيقات سلاسية الابعاد. وبنختار ايضا مية وثمانين درجة. وبختار يكون عندي اعلى الصفحة رقم واحد. يعني هو راح تكون عندي ايش? اعلى الصفحة رقم واحد. فقط انا الان ارجع اطبقها مرة تانية فقط لغير. وتكلامت عن السبب لاني عندي المستطيلات اتفوتت بابعادها. تمام يا اصدقائي? طيب لو عندك صفحات تانية بتضل تستكمل نفس المسيرة ونفس الاعداد على كل الصفحات. وانا افترضت الان ان هذا الكتاب رح يتم سعرات بخلاله فقط ثلاث صفحات بالمحتوى يلي بداخلها. بنفس الطريقة اللي اشتغلناها رح انضمن المحتوى وكيف رح تكون حركة المحتوى بشكل نفر ضمن الكتاب. مع حركات مع يعني باشياء جميلة للغاية بحيث يكون هذا العمل متكامل كتصميم سلاسي الابعاد حتى مع المحتوى يتم استعرضه بشكل ثري دي. طيب. الان شو العمل? باجي بحدد كل هذه الشرائح. كل هذه الشرائح المؤلفة للكتاب كاملة وبتوجه الى الانتقالات ونختار تحول تدريجي. تحويل تدريجي. تمام? ورح نشغل الان من الشريحة اللي احنا وقفين عندها الان. خلنا نشغل. ونبدأ بالضغط على مفتاح المسترم. رح نشوف تقليب الكتاب معي بهذه الجمالية. صفحة اولى. تمام? الصفحة التانية. تمام? والصفحة التالتة. طبعا الشواعب البسيطة اللي بتصير معاك ما عندك اي مشكلة فيها. اما بنعمل ضبط او هي رح يكون فوق منا المحتوى. فرح يكون كلها مغطاية ما عندي اي مشكلة فيها بالموضوع. هذا اللي حبيت يعني اني انا اقدم لكم الياه بهذا اللقاء. اتمنى ان شاء الله اكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللايق فيكم. فتكرما لا تنسوني من التفاعل والدعم. وانتظروني بلقان القادم حتى نبدأ بعرض المحتوى بطريقة احترافية وابداعية لمحتوى ثلاثي الابعاد بتحرك بداخل صفحات الكتاب. فبكل صفحة لما تنقلب رح يظهر معاها المحتوى وينفر الى خارج الصفحة. خارج الكتاب. تمام? ان شاء الله وتعالى اتمنى لكم التوفيق والسلامة والصحة الدائمة. والقاكم على خير ودمتم في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للمشاهدة